مهلا بسهلا يا شباب بليوم رح نحكي عن مسلسل اليويت تايلاندي هذه حلوتي هذا المسلسل يلي بصراحة ما تفهم شي فيه بس معه كتير حلو لأنه ما تعرفه فيركز على الرومانسية ولا على الكوميديا فشانه بيصير انت لما تكون بعلاقة حب لمدة كتير طويلة وفجأة حبيبك تكون غاضب كتير منك ومنزعج من معاملتك لأله لانه انت بسبب شغلك كطبيب بتاخذ كل الوقت بالشغل وما تعطيه ابدا كتير وقت فمن هون بطلين الاثنين الاولي اللي هو ممثل والتاني اللي هو طبيب بيبلشوا انه ينبعدوا عن بعضهم البعض وصير مشاكل الدرجة انه هما ينفصلوا عن بعض لكن الطبيب ما يرضى بهذا الشيء ابدا لأنه هو بيحبه للممثل وبيقرر انه هو لازم يسوي شي ففجأة بيلتقي برجل غريب ما تعرفه من الارض ولا من وين فبيقول له شوف اذا بدك هذا الشخص يرجع يحبك فانت رح تخليه ياكل هذه الحلويات وهو رح يرجع يحبك فمن هون الطبيب بياخد الحلويات من هذا الرجل العظمى انه يعطيها لحبيبة فكل مرة بيحاول يعطيها لحبيبة هذا بلاقي انه الحلويات اكلها حدا تاني وهذا الشخص اللي بياكلها بيوقع في حب الطبيب وبيصير طارده وين ما كان فمن هون بتبلج الكوميديا وكمان الطبيب بيحاول انه هو يعني يرجع لحبيبة لكن المصيبة انه كل ما يعطي يجي يعطي الحلويات لحبيبة حدا تاني ياكلها وحبيبه بيجي في هذا الوقت ويشوف هذا الشخص التالي بيحبه للطبيب ومن هون هو بيزعل أكتر وبيغضب أكتر وبيروح يعني من وشة لكن كمان الممثل عنده بعض التصرفات اللي عن جدا كيوت لأنه هو بيمثل أنه أنا مريض وبيدخل للمشفى مشان أنه صديقها الطبيب هذا يهتم فيه ويرعاه ويدير باله عليه لكن بالنهاية بيكتشف أنه هو مانه مريض وأنه عم بيمثل بس مشان أنه يحصل على تمام منه طبعا يا شباب عندما بدكم تشوفوا الفيلم كاميرا احلاقوا رابط أسفل وصفة استمتعوا فيه